صباح الجمال على حبيب الحلوين عملت معاكم وصفات كتير من الفطائر والمغبوزات لكن وصفتنا النهاردة مختلفة جدا من أحلى المغبوزات اللي ممكن تعمليها من عجينة مورقة وخفيفة هتعملي منها أحلى ميني بيزا بجد خفيفة في طعمها وأكلها كمان حاجة كده وهم بجد وكمان تنفع لأولادك في المدارس تحطيها ليهم في اللانش بوكس وحتعجبهم جدا وهتعتمديها دايما على طول كل مكوناتها بسيطة جدا ومتوفرة عندك في المطبخ وطريقة تحضيرها سهلة جدا أتمنى منكو تحط لايك للفيديو وتشيروه كمان معحبا يبكي وصحبكو وتشتركو في القناة لو لسه جداد على القناة وأول حاجة لازم نعملها بنسمي ونصلي على الحبيب المصطفى جبت حلة العجين وحزود فيها كوباية من المية 250 مليا ولسه معايا ربع كوباية تانية من المية حبتجى زودها بالتدريج على حسب نوعية دي ما يحتاج معايا سوائل لأن كل نوع دقيق بيختلف عن التاني في كمية السوائل حزود عليه معلقتين كبار من اللبن البودر ممكن تستغني عن المية واللبن البودر وتستخدمي لبن وحزود عليه معلقة كبيرة من الخميرة الفورية ومعايا معلقة كبيرة من الزبدة أنا سيحتها وحبتجى زودها ممكن تستغني عن الزبدة وتستخدمي زيت لو حبك يعني لو مش متوفر عندك زبدة ممكن تستخدمي زيت ما فيش أي مشكلة وحزود عليهم بيضة واحدة وتكون بدرجة حرارة الغرفة ونزود عليهم معلقة كبيرة من السكر ومعلقة كبيرة من الخل وحبتجي أدوي بالخليط كويس جدا لحد كل المكونات متدوب معانا وتندمج مع بعضها في الوقت ده معايا نص كيلو من الدقيق 500 جرام بما يعادل أربع كبيات يكون دقيق قوي لو عرق جديد يعني نسبة الجلوتين عالية فيه حزود عليه معلقة كبيرة من البكنج بودر نص باكو 8 جرام ولو حابة تستغني عن البكنج بودر مفيش أي مشكلة حتى لو مش متوفر عندك الغي خالص من الوصف وربع معلقة صغيرة من الملح واخلطه حلوة قوي وبعد كده حزوده على الخليط وابتدأ قلب بالمعلقة ولو احتاجت سوائل تاني حبتجي أزودها شغلت العجان وبدأت إن أنا أعجن في العجينة ولحابة تعجنيها على إديكي مفيش أي مشكلة هي هتاخد وقت شوية ولو إيديكي تعبت من العجن ممكن تريحيها من وقت للتاني لكن في العجان هتاخد يدوب 10 دقايق عجل عشان أخرج مادة الجلوتين اللي فيه دقيق والعجينة تمط معانا وتكون زي الأستيك هي احتاجت معايا سوائل تاني فزودت حوالي 3 معلق كبار من المياه يعني هي أخدت معايا 250 ملي زائد 3 معلق كبار طبعا كمية المياه بتزيد أو بتقل على حسب نوعية الدقيق اللي انت اشتريتي بعد ما خدمت العجينة حلوة أوي بمسحة بسيطة بالزيت في إديها حبتجي أكورها شايفين العجينة بسم الله من شاء الله ملمسها ناعم إزاي وتخدمت معايا حلوة أوي ومنظفة كمان حلة العجين حبتدي حطي بقى فيها نقطتين من الزيت وحطي العجينة وغطيها وسبها في مكان ده في الحد ما تخمر معانا الجو برد دلوقتي والعجين بصراحة بياخد وقت طويل في الخمر ولو حبت خمريها على بخار مائي في فرن البتو جاز ما فيش أي مشكلة بتسخني مياه حلوة قوي وبعد كده بتدخلي المياه الفرن والبخار اللي طالع ده هو اللي بيخمر معانا العجين في الوقت ده حبتدي أحضر الحشوة اللي حنستخدمها في الميني بيتزا أو الفطائر المورقة جبتي واحدتين من اللانشون وقطعت له كطع صغيرة زي ما انتو شايفين وعندي زتون قطعته الكطع صغيرة ومعايا فلفل ألوان أو ممكن نوع واحد من الفلفل ومعايا بالنسبة للجبن معايا ميكس جبن أو جبنة شيدر أو جبنة موزاريلا اللي متوفر عندك وهبتدي أقلبهم على بعض ودي أول حشوة معايا الحشوة التانية بسيطة جدا جبت بصراحة واحدتين من الصدق وحمرتهم على النار ببصلاية كده وأرنيفلفل حلو كده وبعد كده هحط علي ميكس جبن أو أي نوع جبنة متوفرة عندك وبكده معايا حشوتين حاجة كده بسيطة وأي حشوة متوفرة عندك ممكن تطلعيها كده الحشوتين جاهزين معانا هبتجي بقى أركانهم على جنب ومعايا معلقتين كبار من الزبدة بس يكونوا طريين عشان هندهم بهم العجين العجين اختمرت معانا وبسم الله ما شاء الله هبتجي بقى أهبطها من الخمر واخدها على الرخامة ولفها على شكل رول طويل وبعد كده هقسمها الكور بالنسبة لعدد الكور زي ما تحبي بس أنا ما حبيتش أقطر الكور فوزنت كل كورة 135 أو 136 جرام ولو حبت خليها 100 جرام ما فيش أي مشكلة بس أنا قللت من الكور شوية حبتجي بقى أقورهم حلوة قوي وبالنسبة للكورة لازم تأفليها من تحت كويس جدا لأن الفتحة دي بتعمل فجوة معانا وانت بتفريد الرغيب عملت 7 كور من العجينة ميزان كل كورة 135 أو 136 جرام يا بس بوسة ما عندي نش ميزان نكور الكور ازاي يا قلبي النص كيلو دقيق قسميهم على 7 كور أو 6 كور زي ما تحبي وحاولي تخليهم قد بعض بعناكي كده وعلى قد قبضة إيدي بعد كده حبتجي أرسهم على الرخامة وغطيهم بكيسة واسبهم يرتاحوا حوالي 10 دقايق عشان نقدر نفردهم ويكونوا سهلين معانا وإحنا بنفردهم رشيت على الرخامة دقيق بس حاجة بسيطة وبدأت إن أنا أفرد العجينة أنا حفردها على شكل طول ولو حابة تفرديها على شكل دايرة مفيش أي مشكلة زي ما تحبي أنا حفرد كل الكمية الأول وبعد كده حنخش على الخطوة اللي بعد كده فردت الكمية كلها يا ما خدتش معي وقت لأن العجينة طرية وزي الملبن جبت طبقة حلوة كده ورشيت عليه رشة خفيفة من الدقيق وبدأت إن أنا حطت أول طبقة من العجين وده انتهى دهنة خفيفة من الزبدة ما تقطريش من الزبدة حاجة بسيطة زي ما انتوا شايفين هحط السبع طبقات فوق بعد وما بين كل طبقة وطبقة دهنة بسيطة من الزبدة وآخر طبقة معانا هبتدي أحطها على الوش بس مش هدهنها أي حاجة وكمان هكون فردها فردة كبيرة شوية هقول لكم ليه دلوقتي حطيت آخر طبقة معانا زي ما انتوا شايفين وحبتدي ألمها على الست طبقات مع دهان الجوانب مية عشان العجينة تلزأ فيها طب ليه بسبوسة عشان لما نجي نفردها ما تكونش راقة خارجة عن الرأة التانية يعني راقة كبيرة وراقة صغيرة ودي طريقة سهلة وبسيطة أحسن ما تفردي وتلاقي راقة طلعة وراقة دخلة حبتدي بقى أغلفها بكيسة حلوة قوي ودخلها التلاجة لمدة نص ساعة ولو في الفريزة الحوالي ربع ساعة يا دوب بس الزبدة تجمد معنا خرقت العجينة من الفريزة ودلوقتي حبتدي بقى رش دي على رخامة وابتدي حطها أنا بصراحة سبتها شوية فجمدت معنا فوحدة وحدة حبتدي إن أنا أفردها حاجة بسيطة لأن لو قمت فردتها على طول إيه العجينة حتشقق معنا شايفين أنا بعملها إزاي بيننا الشابة حبتدي أفردها يعني بحنن الزبدة معي عشان تتفرد معي بكل سهولة بعد كده حبتدي أفردها على شكل مستطيل إنتي ممكن تفرديها على شكل مربع أو دايرة زي ما تحبي بس أنا بصراحة بحب أفرد العجينة على شكل مستطيل عشان تكون سهلة علي في التشكيل شايفين أنا ببتجي أفردها إزاي بس بروحها لإني بصراحة ناس بتاها لحد ما جمدت معي شوي بعد كده حتتفرد معي بكل سهولة وهوريكو سمك العجينة قد إيه قبل التقطيع فردت العجينة وده سمكها أكيد أنتو شايفينه ومشاء الله السمك ده مظبوط جدا ما تفرديش عن كده لأن لو رأتيها عن كده لما تدخليها الفرن حتنشف معاكي ومش هتبتدي تورق معاكي بسم الله ما شاء الله بس بصراحة هتطلع معاكي زي العسل أنا بس بسويها على شكل مربع لأنها مش مظبوطة عشان لما يجي قطع ما هتدرش من العجينة كتير جينا لتشكيل العجينة عايزة تقطعيها على شكل مربعات أو شكل دوائر زي ما تحبي أنا هقطعها على شكل دوائر بصراحة أنا كنت هقطعها على شكل مربعات بس أولادي قالولي قطعيها على شكل دايرة بتكون أحلى بكتير بدأت أن أنا قطعها بس بحاول أن أنا ما هتدرش من العجينة نهائي جبت الصنية اللي هرص فيها ميني بيتزا وحبتجي بقى أرص فيها الدوائر واسيب مسافة ما بين كل واحدة وواحدة عشان لسه هتبتدي تقبي معانا وساعة ما تخش الفرن هتبتدي تقبي كمان هبتجي بقى ارصهم على الصينية الصينية مش هدهنها اي حاجة لكن لو الصينية بتاعتك بتلزق فيها العجينة حول دهنيها زيت او سمنة مفيش اي مشكلة هبتجي بقى ارصهم بالشكل ده وابتجي سيب مسافات ما بينهم دلوقتي بقى هبتجي اكمل تقطعات العجينة ولو في دايرة مش مكتملة الدايرة بتاعتها هبتجي اقول لكم احنا هنعمل ايه التقطعات اللي خارجة مننا هبتجي احطها بالشكل ده يعني هلزقها هكمل الدايرة هبتجي قابل لها مية بسيط جدا وابتدي لزقها عشان تطلع معايا الدايرة مكتملة وفي نفس الوقت العجين مش ههضر منه اكيد شايفين انا بلزق قطع العجين ازاي وما تقلقيش هي مش هتفك معيك انا حبيت توريكو عشان ما تهضريش من العجينة لان العجينة حلوة اوي وحطين في قلبها زبدة معايا قطع بسيطة بقية من العجينة بعد مقصتها هبتجي قلم مها يعني حاجينها مع بعض واعملها كورة بالشكل ده واسبها ترتاح شوية وبعد كده هعملها كورة كبيرة وحط فيها الحشوة بصراحة هتطلع معانا زي العسل وحنشوفها مع بعض جينا لوقت التخمير ممكن تحط الحشوة على كده وبعد كده تخلي العجينة تخمر وممكن تخمر العجينة وبعد ما تختمر تحط الحشوة ده يرجع ليكي انتي انا بصراحة هعمل صنية كده وصنية كده يعني صنية هحط فيها الحشو وبعد كده هخمرها وصنية تانية هخمرها وبعد كده احط الحشوة والطريقة اللي تريحك استخدميها بعد كده هبتجي اخمرهم على بخار مائي او تغطيهم في مكان دافي لحد ما يخمروا معايا لان انتوا عارفين ان الجو بردي دلوقتي قوي وبصراحة العجين بياخد وقت طويل طب يا بس بوسا مش هتدهن الحروف اي حاجة لا يا قلبي انا مش هدهن العجينة اي حاجة خالص بعد ما تخمر هدخلها الفرن على طول ده الصوك الاولاني بعد ما اختمر معانا هبتدي بقى احط الحشوة زي ما انتوا شايفين بسم الله ارتفع معانا ازاي بسوابع كده ممكن تهبطي القلب وتحط فيه الحشوة وممكن تحط الحشوة على طول زي ما انتوا شايفين برص الحشوة بالشكل ده في الوقت ده هكون مسخنها الفرن كويس وهدخلها الفرن على درجة حرارة 200 ولو الشوية بتولع مع الفرن ممكن تولعي الشوية على نار هادية جدا مدة التسوية لمدة 20 دقيقة او اقل او اكتر ده على حسب نوع فرنك انتي شايفين الكرة الكبيرة دي دي اللي كاتب واقي القطع اللي احنا قصناها بسم الله ما شاء الله هبتدى حط فيها الحشوة وبعد كده هدخلها الفرن وحوريكو الصاج التاني بعد ما اختمر معنا اللي رصنا فيه الحشوة الاول وده اول صاج خرجته من الفرن بسم الله ما شاء الله انا سبته هده شوية من الصخنية وبدأت ان انا اخد واحدة وشايفين الارضية واخدى اللون الدهب ازاي بصراحة في ميني بيتزا او فطائر بالبيتزا بعجينة مورقة خفيفة وهشة وبصراحة طعمها ولا في الخيال وجي الصانية التانية يعني حطيت الحشوة قبل الخمر او بعد الخمر مفيش اي مشكلة اللي اتنين زي بعض وبصراحة حشوات بسيطة واقتصادية وزي ما انتو شايفين ما شاء الله احلى فطائر بعجينة مورقة وخفيفة وهشة واقتصادية في نفس الوقت تحط الاولادك وحدتين في اللانشبوكس وهم رايحين المدرسة مش هيجرالها اي حاجة بديل السندويتش ودي البتزاية الكبيرة من التقطيع اللي خرجناها ما شاء الله واخدى اللون الدهبي والطرية زي الملبن حاجة كده بصراحة طحفة جدا يارب يتكون عجبكم الفيديو النهاردة والميني بيتزا او فطائر البيتزا بالعجينة المورقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة لو لسه جداد على القناة واتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم اشعارات بالوصفات الجديدة اشتركوا في القناة